حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت الأعمش يحدث عن عمر بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن حبيبي بن حماز عن أبي ذر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا ذا الحليفة فتعجلت رجال إلى المدينة وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتنا معه فلما أصبح سأل عنهم فقيل تعجلوا إلى المدينة فقال تعجلوا إلى المدينة والنساء أما إنهم سيدعونها أحسن ما كانت ثم قال ليت شعري متى تخرج نار من اليمن من جبل الوراق تضيء منها أعناق الابل بروكا ببصر كضو النهار حدثنا معاوية بن عمر حدثنا زائدة عن الأعمش عن عمر بن مرة عبد الله بن الحارث البكري البكري عن حبيبي بن حماز عن أبي ذر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن نافع عن أبو اليماني أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن أبي حسين عن شهري بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمين عن أبي ذر قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم آتي المسجد إذا أنا فرغت من عملي فأتجع فيه فأتني النبي صلى الله عليه وسلم يوما وأنا متجع فغمزني برجله فاستويت جالسا فقال لي يا أبا ذر كيف تصنع إذا أخرجت منها فقلت أرجع إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى بيتي قال فكيف تصنع إذا أخرجت فقلت إذا أخذ بسيفي فأضرب به من يخرجني فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يده على منكبي فقال غفرا غفرا يا أبا ذر ثلاثا بل تنقاد معهم حيث قضوك وتنساق معهم حيث ساقوك ولو عبدا أسود قال أبو ذر فلما نفيت إلى الربذة أقيمت الصلاة فتقدم رجل أسود كان فيها على نعم الصدقة فلما رآني أخذ ليرجع وليقدمني فقلت كما أنت بل أنقاد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن معاني بن رفاعة عن أبي خلف عن أنسي بن مالك عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام ذلول لا يركب إلا ذلولا حثنا أبو اليمان حدثنا أبن عياش عن البختري بن عبيدي بن سلمان عن أبيه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إثنان خير من واحد وثلاث خير من إثنين وأربعة خير من ثلاثة فعليكم الجماعة فإن لها عز وجل لن يجمع أمتي إلا على هدى حثنا أحمد بن الحجاج حدثنا عبد الله أخبرنا أبن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب أن أبا سالمين الجيشاني أتى إلى أبي أمية في منزله فقال أني سمعت أبا ذر يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه لله وقد جئتك في منزلك حنا يونس عفان المعنى قال حدثنا حماد بن سلمة عن برد أبي العلاء قال عفان قال أخبرنا برد أبو العلاء عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارثي أنه مر بعمر بن الخطاب فقال نعم الفتى غضيف فلقيه أبو ذر فقال أي أخي استغفر لي قال أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت أحق أن تستغفر لي فقال أني سمعت عمر بن الخطاب يقول نعم الفتى غضيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه قال عفان على لسان عمر يقول به حسنا يحيى بن إسحاق أخبرني أبن لهيعة عن عبد الله بنه بيرة أخبرني أبو تميمين الجيشاني قال أخبرني أبو ذر قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لغير الدجال أخوفني على أمتي قالها ثلاثا قال قلت يا رسول الله ما هذا الذي غير الدجال أخوفك على أمتك قال أئمة مضلين حان موسى بن داود أخبرني أبن لهيعة عن أبنه بيرة عن أبي تميمين الجيشاني قال سمعت أبا ذر يقول كنت مخاصر النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى منزله فسمعته يقول غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال فلما خشيت أن يدخل قلت يا رسول الله أي شيء أخوف على أمتك من الدجال قال الأئمة المضلين حدثنا عمار بن محمد عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قول حول ولا قوة إلا بالله حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني سليمان الأعمش عن مجاهد بن جبر أبي الحجاجي عن عبيدي بن عمير الليثي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت خمسا لم يؤتهن نبي كان قبلي نصرت بالرعب فيرعب من العدو عن مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلي وبعثت إلى الأحمر والأسود وقيل لي سلتعطه فاختبأتها شفاعة لأمتي وهي نائلة منكم إن شاء الله من لقيا لها عز وجل لا يشرك به شيئا قال الأعمش فكان مجاهد يرى أن الأحمر الإنس والأسود الجن أثناء مؤمل حدثنا حماد يعني ابن سلم تحدثنا يونس عن إبراهيم اللي الطيمي عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تغيب الشمس تحت العرش فيؤذن لها فترجع فإذا كانت تلك الليلة التي تطلع صبيحتها من المغرب لم يؤذن لها فإذا أصبحت قيلة لها اطلعي من مكانيك ثم قرأ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك حثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام ثلاثة أيامين من كل شهر فقد صام الدهر كله حثنا يونس بن محمد حدثنا ضيلم عن وهبي بن أبي دبي عن أبي حرب عن محجأ عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا ثم يترد منه حثنا حسين حدثنا يزيد يعني ابن عطاء عن يزيد يعني ابن أبي زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال قال قائل الصلاة والزكاة وقال قائل الجهاد قال إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الحب في الله والبغض في الله حثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر قال كنت كفرا فهداني الله للإسلام وكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فوقع ذلك في نفسي وقد نعطى لي أبو ذر فحججت فدخلت مسجد من أن فعرفته بالنعتي فإذا شيخ معروف آدم عليه حلة كطري فذهبت حتى قمت إلى جنبه وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي ثم صلى صلاة أتمها وأحسناها وأطولها فلما فرغ رد علي قلت أنت أبو ذر قال إن أهلي ليزعمون ذلك قال كنت كفرا فهداني الله للإسلام وأهمني ديني وكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فوقع ذلك في نفسي قال هل تعرف أبا ذر قلت نعم قال فإني اجتويت المدينة قال أيوب أيوب أو كلمة نحوها فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بذاود من أبل وغنمين فكنت أكون فيها فكنت أعزب من الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فوقع في نفسي أني قد هلكت فقعدت على بعير منها فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف النهار وهو جالس في ظل المسجد في نفر من أصحابه فنزلت عن البعير وقلت يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك فحدثته فضحك فدعا إنسانا من أهله فجاءت جارية سوداء بعوس فيه ماء ما هو بما الآن أنه لا يتخطخط فستترت بالبعير فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من القوم فسترني فاختسته ثم أتيته فقال إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء ولو إلى عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمس بشرتك حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أيوبا عن أبي قلابة عن رجل من بني قشير قال كنت أعزب عن الماء فتصيبني الجنابة فلا أجد الماء فأتى يمم فوقع في نفسي من ذلك فأتيت أبا ذر في منزله فلم أجده فأتيت المسجد وقد وصفت لهيئته فإذا هو يصلي فعرفته بالنعت فسلمت فلم يرد علي حتى انصرف ثم رد علي فقلت أنت أبو ذر قال إن أهلي يزعمون ذاك فقلت ما كان أحد من الناس أحب إلي رؤيته منك فقال قد رأيتني فقلت أني كنت أعزب عن الماء فتصيبني الجنابة فلا بثت أياما أتى يمم فوقع في نفسي من ذلك أو أشكل علي فقال أتعرف أبا ذر كنت بالمدينة فاجتويتها فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم به نيمة فخرجت فيها فأصابتني جنابة فتيممت بالصعيد فصليت أياما فوقع في نفسي من ذلك حتى ظننت أني هالك فأمرت بناقة لي أو قعود فشد عليها ثم ركبت قال حتى قدمت المدينة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل المسجد في نفر من أصحابه فسلمت عليه فرفع رأسه وقال سبحان الله أبو ذر فقلت نعم يا رسول الله إني أصابتني جنابة فتيممت أياما فوقع في نفسي من ذلك حتى ظننت أني هالك فدع رسول الله صلى الله عليه وسلم لي بماء فجاءت به آمة سوداء سوداء في عصن يتخطخط فاستترت بالراحل التي وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فسترني فاختسته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء ولو في عشر حجج فإذا قدرت على الماء فأمسه بشرتك حسنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوبا عن أبي العالية قال أخرع بيد الله بن زياد الصلاة فسألت عبد الله بن الصامت فضرب فخذي قال سألت خليلي أبا ذر فضرب فخذي وقال سألت خليلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل الصلاة لميقاتها فإن أدركت فصلي معهم ولا تقول أني قد صليت فلا أصلي حسنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة الأسلامي عن أبي الأسود عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم حسنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن المخارق قال خرجنا حجاجا فلما بلغنا الرابدة قلت لأصحابي تقدموا وتخلفتوا فأتيت أبا ذر وهو يصلي فرأيته يطيل القيام ويكثر الرقوع والسجود فذكرت ذلك له فقال ما ألوت أن أحسن إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع بها درجة وحطت عنه بها خطيئة قال قرأت على أبي هذا الحديث فأقرى به حدثني مهدي بن جعفر الرملي يحدثني ضمرة عن أبي زرعة السيباني عن قنبر حاجب معاوية قال كان أبو ذر يغلظ لمعاوية قال فشكاه إلى عبادة بن الصامت وإلى أبي الضرداء وإلى عمر بن العاص وإلى أم حرامين فقال إنكم قد صحبتم كما صحبا ورأيتم كما رأى فإن رأيتم أن تكلموه ثم أرسل إلى أبي ذر فجاء فكلموه فقال أما أنت يا أبا الوليد فقد أسلمت قبلي ولك السن والفضل علي وقد كنت أرغب بك عن مثل هذا المجلس وأما أنت يا أبا الضرداء فإن كدت وفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت فوتك ثم أسلمت فكنت من صالح المسلمين وأما أنت يا عمر بن العاص العاص فقد جهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما أنت يا أم حرامين فإنما أنت امرأة عقلك عقل وامرأة وأما أنت وذاك قال فقال عبادة لا جرام لا جلست مثل هذا المجلس أبدا حثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا بقية قال وأخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدان قال قال أبو ذر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة وجعل أذناه مستمعة وعينه ناظرة فأما الأذن فقمع والعين بمقرة لما يوعى القلب وقد أفلح من جعل قلبه واعيا حثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمان عن منصور عن ربعي بن حراش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا أبنى آدم لو عملت قراب الأرض خطايا ولم تشرك بشيء جعت لك قراب الأرض مغفرة حدثنا موسى بن داود حدثنا أبن لهيعة عن سالم بن غيلان عن سليمان بن أبي عثمان عن عدي بن حاتمين الحمصي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الأفطار وأخروا السحور حثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سألته قال وما كنت تسأله قال كنت أسأله هل رأى ربه عز وجل قال فأني قد سألته فقال قد رأيته نورا أن أراه قال عفان وبلغني عن أبن هشامين يعني معاذا أنه رواه عن أبيه كما قال همام قد رأيته حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيته خمسا لم يعطهن أحد قبلي بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ونصرت بالرعب فيرعب العدو وهو مني مسيرة شهر وقيل لي سلتعطه واختبأت الدعوة شفاعة لأمتي فهي نائلة منكم إن شاء الله تعالى من لم يشرك بالله شيئا حثنا عفان حدثنا همام حدثنا عاصم عن المعرور بن سويد أن أبا ذر قال حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد والسيئة بواحدة أو أغفر ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة قال وقراب الأرض ملء الأرض حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عاصمين عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فذكر معناه حانا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن مطرف قال قعدت إلى نفر من قريش فجاء رجل فجعل يصلي يركع ويسجد ثم يقوم ثم يركع ويسجد لا يقعد فقلت والله ما أرى هذا يدري ينصرف على شفع أو وتر فقالوا ألا تقوم إليه فتقول له قال فقمت فقلت يا عبد الله ما أرى كتدري تنصرف على شفع أو على وتر قال ولكن لها يدري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة وحط بها عنه خطيئة ورفع له بها درجة فقلت من أنت فقال أبو ذر فرجعت إلى أصحابي فقلت جزاكم الله من جلساء شرا أمرتموني أن أعلم رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا عفان حدثنا شعبة قال علي بن مدرك أخبرني قال سمعت أبا زرعة يحدث عن خرشة بن الحر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال قلت يا رسول الله من هم خسروا وخابوا قال فأعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال المسبل والمنفق سلعته بالحلف الكذبي أو الفجر والمنانو حنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحارث بن حصيرة حدثنا زيد بن وهب قال 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 أبو ذر لأن أحلف عشر مرار أن أبن صائد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى أمه قال سلها كم حملت به قال فأتيتها فسألتها فقالت حملت به إثني عشر شهرا قال ثم أرسلني إليها فقال سلها عن صيحته حين وقع قال فرجعت إليها فسألتها فقالت صاح صيحة الصبي ابن شهر ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد خبأت لك خبأ قال خبأت لخط مشات عفراء والدخان قال فأراد أن يقول الدخان فلم يستطع فقال الدخ الدخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخسأ فإنك فإنك لن تعد وقدرك حثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أبو مسعود الجريري عن أبي عبد الله الجسري عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكلام أفضل قال ما اصطافه الله عز وجل لعباده سبحان الله وبحمده حثنا عفان حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي معروف أن أبا ذر حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن عبدي استقبلني بقراب الأرض خطايا استقبلته بقرابها مغفرة حثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني عمرو بن مرة عن سويدي بن الحريث عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسرني أن لي أحدا ذهبا أموت يوم أموت عندي منه دينار أو نصف دينار إلا أن أرصده لغريمين حثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني حميد بن هلال سمع عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود قلت ما بال الأسود من الأحمر قال ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان حثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار حدثني أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر صل الصلاة لوقتها فإن أتيت الناس وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإن لم يكونوا صلوا صليت معهم وكانت لك نافلة حثنا مرحوم حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفان خلفه وقالا يا أبا ذر أرى أيث إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنع قال الله ورسوله أعلم قال تعفف قالا يا أبا ذر أرى أيث إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد يعني القبر كيف تصنع قلت الله ورسوله أعلم قال أصبر قالا يا أبا ذر أرى أيث إن قتل الناس بعضهم بعضا يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع قال الله ورسوله أعلم قالا أعد في بيتك وأغلق عليك بابك قال فإن لم أترك قال فأتي من أنت منهم فكن فيهم قال فأخذ سلاحي قال إذن تشاركهم تشاركهم فيما هم فيه ولكن أن خشية أن يروعك شعاع السيف فألقي طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك حدنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا ذر إذا طبخت فأكثر المرقة وتعاهد جيرانك أو أقسم بين جيرانك حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض قال والذي نفس بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يضمأ آخر ما عليه يشخب فيه ميزاباني من الجنة من شرب منه لم يضمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل حدثنا محمد بن فضيل حدثني فليت العميري عن جسرة العميرية عن أبي ذر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فلما أصبح قلت يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها قال إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله عز وجل شيئا حدثنا محمد بن فضيل حدثنا سالم يعني ابن أبي حفصة عن سالم ابن أبي الجعدي عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أي جبل إن هذا قلت أحد يا رسول الله قال والذي نفسي بيده ما يسرني أنه لذهبا قطعا أنفقه في سبيل الله أدعو منه قيراطا قال قلت قنطارا يا رسول الله قال قيراطا قالها ثلاث مرات ثم قال يا أبا ذر إنما أقول الذي هو أقل ولا أقول الذي هو أكثر حثنا سفيان عن الزهري عن أبي الأحواصي عن أبي ذر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصة حثنا سفيان حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل قال إيمان بالله تعالى وجهاد في سبيله قلت يا رسول الله فأي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا قال فإن لم أجد قال تعين صانعا أو تصنع لأخرقا وقال فإن لم أستطع قال كفأ ذاكا عن الناس فإنها صدقة تصدق بها عن نفسك حدثنا هارون حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شيهاب قال سمعت أبا الأحواص مولى بني ليث يحدثنا في مجلس أبن المسيب وابن المسيب جالس أنه سمع أبا ذر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يحرك الحصى أو لا يمس الحصى حثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم مل الطيمي عن أبيه عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال ثم المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة قلت ثم أي قال ثم حيثما أدركت الصلاة فصلف كلها مسجد حنى سفيان قال سمعناه من اثنين وثلاثة حدثنا حكيم بن جبير عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية قال عمر من حاضرنا يوم القاحة فقال أبو ذر أنا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام البيض الغر ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمس عشرة حثنا سفيان حدثنا اثنين عن موسى بن طلحة محمد بن عبد الرحمة وحكيم بن جبير عن ابن الحوتكية عن أبي ذر أنه قال إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره بصيام ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمس عشرة حثنا سفيان سمع محمد بن السائب بن بركة عن عمره بن ميموء عن أبي ذر قال كنت أمشي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قلت بل قال لحول ولا قوة إلا بالله حثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت الأجلح عن ابن بريدة عن أبي الأسود الدلي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم حثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة الأسلامي عن أبي الأسود عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن ما غيرابه الشيب الحناء والكتم حثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي السليلي عن نعيم بن قعن بن الريحي قال أتيت أبا ذر فلم أجده ورأيت المرأة فسألتها فقالت هو ذاك في ضيعة له فجاء يقود أو يسوق بعيرين قاطرا أحدهما في عجوز صاحبه في عنقي كل واحد منهما قربة فوضع القربتين قلت يا أبا ذر ما كان من الناس أحد أحب إلي أن ألقاه منك ولا أبغض أن ألقاه منك قال لله أبوك وما يجمع هذا قال قلت إني كنت وأدت في الجاهلية وكنت أرجو في لقائك أن تخبرني أن لي توبة ومخرجا وكنت أخشى في لقائك أن تخبرني أنه لا توبة لي فقال في الجاهلية قلت نعم فقال عفى الله عما سلف ثم عجبي رأسه إلى المرأة فأمر لي بطعمين فتوت عليه ثم أمرها فتوت عليه حتى أرتفعت أصواتهما قال إيهن دعينا عنك فإن كنا لن تعدون ما قال لنا في كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وما قال لكم فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال المرأة ضلع فإن تذهب تقومها تكسرها وإن تدعها ففيها أود وبلغة فولت فجاءت بثريدة كأنها قطاط فقال كل ولأه لنك إني صائم ثم قام يصلي فجعل يهذيب الركوع ويخففه ورأيته يتحرى أن أشبعه أو أقاربه ثم جاء فوضع يده معي فقلت إن لله وإنا إلي راجعون فقال ما لك فقلت من كنت أخشى من الناس أن يكذبني فما كنت أخشى أن تكذبني قال لله أبوك أبوك إن كذبتك كذبة منذ لقيتني فقال ألم تخبرني أنك صائم ثم أراك تأكل قال بلى إني صمت ثلاثة أيامين من هذا الشهر فوجب لي أجره وحل لي الطعام معك حتنا إسماعيل حدثنا الجريري عن أبي العلاء بن الشخيري عن أبن الأحمس قال لقيت أبا ذر فقلت له بلغني عنك أنك تحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما إنه لا تخالني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سمعته منه فما الذي بلغك عني قلت بلغني أنك تقول ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشناؤهم الله عز وجل قال قلت وسمعته قلت فمن هؤلاء الذين يحبوا الله قال الرجل يلقى العدو في الفئة فينسب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا يحبوا أن يمسوا الأرض فينزلون فيتنح أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم والرجل يكون له الجر يؤذيه جواره فيصبر على آذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعن قلت ومن هؤلاء الذين يشناؤهم الله قال التاجر الحلاف أو قال البائع الحلاف والباخيل المنان والفقير المختال حسن إسماعيل عن يونس عن الحسن عن سعصا عتابني معاوية قال أتيت أبا ذر قلت ما بانك قال لعملي قلت حدثني قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من أولادهما لم يبلغوا الحنثة قال إلا غفر الله لهما قلت حدثني قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله عز وجل قال إلا استقبلته حجبات الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده قلت وكيف ذاك قالا إن كانت رجالا فراجلين وإن كانت أبلا فبعيرين وإن كانت بقرا فبقرتين حتن إسماعيل عن يونس عن حميدي بن هلال عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قلت يا أبا ذر ما بالو الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال يا أبن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان حثن جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن من حدثه عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أوتيتهما من كنز من بيت تحت العرش ولم يؤتهما النبي قبل يعني الآيتين من آخر سورة البقرة حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير عن منصور عن ربعي بن حراش قال منصور عن زيدي بن الضبيان أوي عن رجل أوي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خواتم سورة البقرة من بيت كنز من تحت العرش لم يؤتهن نبي قبلي حثنا حسين حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي عن خراشة بن الحر عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خواتم سورة البقرة من بيت كنز من تحت العرش ولم يؤتهن نبي قبلي حثنا يحيى عن سفيان حدثنا سليمان عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن زيدي بن وهب عن أبي ذر قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أحد فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهبا أمسي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدي إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وحثا عن يمينه وبين يديه وعن يساره قال ثم مشينا فقال يا أبا ذر إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وحثا عن يمينه وبين يديه وعن يساره قال ثم مشينا فقال يا أبا ذر كما كما أنت حتى آتيك قال فانطلق حتى توارع عني قال فسمعت لغطا وصوتا قال فقلت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له قال فهممت أن أتبعه ثم ذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك فانتظرته حتى جاء فذكرت له الذي سمعته فقال ذاك جبريل عليه السلام أتني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قال قلت وإن زن وإن سرق قال وإن زن وإن سرق حتى أبو معاوية تحدثنا داود بن أبي هند عن أبي حربي بن أبي الأسود عن أبي الأسود عن أبي ذر قال كان يسقي على حوض له فجاء قوم فقال أيكم يورد على أبي ذر ويحتسب شعرات من رأسه فقال رجل أنا فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقه وكان أبو ذر قائما فجلس ثم اتجع فقيل له يا أبا ذر لما جلست ثم اتجعت قال فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليلتجع حثن يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن طلقي بن حبيب عن بشيري بن كعب العدوي عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هلاك في كنز من كنز الجنة قلت نعم قال لحول ولا قوة إلا بالله حثن محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن يحيى بن سامين عن موسى بن طلحة عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم صائما من الشهر ثلاثة أيامين فليصم الثلاثة البيضة حثن محمد بن عبيد وابن نمير المعنى قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة فقال هم الأخصرون ورب الكعبة هم الأخصرون ورب الكعبة فأخذني غم وجعة أتنفس قال قلت هذا شر حدث في قال قلت من هم في داك أبي وأمي قال الأكثرون إلا من قال في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وقليل ما هم من رجل يموت فيترك غنما أو أبلا أو بقرا لم يؤدي زكاته إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمن حتى تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها حتى يقضى بين الناس ثم تعود أولاها على أخرها وقال ابن نمير كل ما نفدت أخرها عادت عليه أولاها حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن إبراهيم الله الطيمي عن أبيه عن أبي ذر قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حين وجبت الشمس فقال يا أبا ذر تدري أين تذهب الشمس قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها عز وجل فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فترجع إلى مطلعها فذلك مستقرها ثم قرأ والشمس تجري لمستقر لها حدثنا أبو سعيد حدثنا زائدة حدثنا يزيد عن زيدي ابني وهب عن أبي ذر قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قام إليه أعرابي فيه جفاء فقال يا رسول الله أكلنا الضبوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك أخوف لي عليكم حين تصب عليكم الدنيا صبا فيليت أمتي لا يتحلون ذهب حنا وكيع حدثنا سفيان عن حبيب عن ميمون ابني أبي شبيب عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتقل لها حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلوق حساء قال وكيع وقال سفيان مرة عن معاذ فوجدت في كتابي عن أبي ذر وهو السماع الأول حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن منصور قال سمعت ربعي بن حراش يحدث عن زيدي بن ضبيان رفعه إلى أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله أما الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل فرجل اتقوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينهم فمنعوه فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بيعطيته إلا الله والذي أعطاه وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملق نواية لآياتي ورجل كان في صرية فلقوا العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح الله له الثلاثة الذين يبغضهم الله الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم حثنا عبد الملك بن عمر نحدثنا سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة يبغض الشيخ الزاني والفقير المختال والمكثر البخيل ويحب ثلاثة رجل كان في كتيبة فكر يحميهم حتى قتل أو يفتح الله عليه ورجل كان في قومين فأدلجوا وفنازلوا من آخر الليل وكان النوم أحب إليهم مما يعدل به فناموا وقاموا يتلوا آياتي ويتملقوني ورجل كان في قومين فأتاهم رجل يسألهم بقرابة بينهم وبينه فبخلوا عنه وخلف بأعقابهم فأعطاهوا حيث لا يراه إلا الله ومن أعطاه حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن رجل عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم إن الله يبغض فذكر الحديث حسن عبد الملك بن عمر نحدثنا قرة عن الحسن عن سع ساعة ابن معاوية قال لقيت أبا ذر بالربغة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله عز وجل ولا ابتدرته حجبات الجنة ولا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولدي لم يبلغوا الحنثة إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم حدثنا الحسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن أبا عبد الرحمة أخبره عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن مر رجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل البيت حدثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عمل حسنة فله عشر أمثالها أو أزيد ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بشيء جعت له مثلها مغفرة ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة حدثنا أبن نمير حدثنا الأعمش عن منذر حدثنا أشيخ من ألتيم قالوا قال أبو ذر لقد تركن محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما حدثنا أبن نمير حدثنا الأجلاح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الدلي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرا به الشيب الحناء والكتم حدثنا الأعمش عن عمري بن مرة عن أبي البختري عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ذهب الأغنياء بالأجر يصلون ويصومون ويحجون قال وأنتم تصلون وتصومون وتحجون قلت يتصدقون ولا نتصدق قال وأنت فيك صدقة رفعك العظم عن الطريق صدقة وهدايتك الطريق صدقة وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة وبيانك عن الأرثم صدقة ومباضعتك امرأتك صدقة قال قلت يا رسول الله نأتي شهوتنا ونؤجر قال أرأيت لو جعته في حرامين أكان تأثم قال قلت نعم قال فتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير حدثنا أبو كامل حدثنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيسين عن رجل من بني تميمين قال كنا عند باب معاوية ابن أبي سفيان وفينا أبو ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوم شهر الصبر وثلاثة أيامين من كل شهر صوم الدهر ويذهب مغلة الصدر قال قلت وما مغلة الصدر قال رجس الشيطان حثنا أبو كامل حدثنا حماد بن سلمة عن معبدي بن هلال حدثني رجل في مسجد دمشق عن عوفي بن مالك عن أبي ذر أنه قال يا رسول الله ما الصوم قال فرض مشزئ حثنا حجاج حدثنا شيبان حدثنا منصور عن ربعي عن خرشة ابن الحري عن أبي ذر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال اللهم باسمك نموت ونحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور حثنا عمار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري عن ليثي بن أبي سليمين عن شهري بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمين عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا عبادي كلكم مذنب إلا من عفيت فاستغفروني أغفر لكم ومن علم أني أقدر على المغفرة فاستغفرني بقدرة غفرت له ولا أبالي وكلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم وكلكم فقير إلا من أغنيت فازألوني أغنيكم ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أشق قلب من قلوب عبادي ما نقص في ملك جناح بعوضة ولو اجتمعوا على أتق قلب عبد من عبادي ما زاد زاد في ملك من جناح بعوضة ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فسألني كل سائل منهم بلغت أمنيته فاعطيت كل سائل منهم ما سأل ما نقصني كما لو أن أحدكم مر بشفة البحر فغمس فيه إبرة ثم انتزعها كذلك لا ينقص من ملك ذلك بأني جواد ماجيد صمد عطائي كلام وعذابي كلام إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون حدثنا هاشم بن القاصم حدثنا عبد الحميد حدثنا شهر حدثني ابن غنمين أن أبا ذر حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا إن الله عز وجل يقول يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لاك على ما كان فيك ويا عبدي إن لقيتني بقراب الأرض خطيئة ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة وقال أبو ذر ذر إن الله عز وجل يقول يا عبادي كلكم مذنب إلا من أنا عفيته فذكر نحوه إلا أنه قال ذلك بأني جواد واجد ماجيد إنما عطائي كلام حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن زيدي بن وهب عن أبي ذر قال قام أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله أكلتنا الضبوع يعني السنة قال غير ذلك أخوف لي عليكم الدنيا إذا صبت عليكم صبا فيليت أمتي ليلبسون الذهب حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني وخالد الحذاء عن أبي قلبت كلاه ما ذكره خالد عن عمر بن بجدان وأيوب عن رجل عن أبي ذر أن أبا ذر أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجنب فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بماء فاستطر واغتسلا ثم قال له إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين وإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك هو خير حثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا حجاج الأسود قال مؤمل وكان رجلا صالحا قال سمعت أبا الصديق يحدث ثابتا المنانية عن رجل عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم في زماء علماؤه كثير وخطباؤه قليل من ترك فيه عشير ما يعلم هو أو قال هلك وسيأتي على الناس زمان يقل علماؤه ويكثر خطباؤه من تمسك فيه بعشير ما يعلم نجا حثنا إسحاق بن عيسى حدثني يحيى بن سليمين عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد عن إبراهيم بن الأشتري عن أبيه عن أم ذر قالت لما حضرت أبا ذر ألوثة قالت بكيت فقال ما يبكيك قالت وما لي لا أبكي وأنت تموت بفلات من الأرض ولا يدلي بدفنيك وليس عندي ثوب يسعك فأكفنك فيه قالا فلا تبكي وأبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يموت بين إمرأين مسلمين ولدان أو ثلاثة فيصبيران أو يحتسبان فيردان النار أبدا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية أو جماعة وإني أنا الذي أموت بفلات والله ما كذبت ولا كذبت حدثنا قوتيبة بن سعيد حدثنا أبن لهيعة عن يزيد بن عمر وعن يزيد بن نعيمين قال سمعت أبا ذر الغفارية وهو على المنبر بالفستاط يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول من تقرب إلى الله عز وجل شبرا تقرب إليه ذراعا ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب إليه باعا ومن أقبل على الله عز وجل ماشيا أقبل الله إليه مهرولا والله أعلى وأجل والله أعلى وأجل حثنا قوتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الحمصي عن أبي طالب عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زن أمة لم يراها تزني جلده الله يوم القيامة بصوت من نار حثنا عفان حدثنا شعبة عن مهاجر أبو الحسن قال سمعت زيد بن وهب قال جئنا من جنازة فمررنا بأبي ذر فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد وثالثة أكبر علم شعبة قال له حتى رأينا فيئة لو قال قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة حثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عاصمين عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يقول قال الله عز وجل الحسنة عشر أو أزيد والسيئة واحدة أو أغفرها فمن لقيني لا يشرك بشيئا بقراب الأرض خطيئة جعت له مثلها مغفرة حثنا بهز حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود قال قلت لأبي ذر ما بالو الكلب الأسود من الكلب الأحمر قال يا أبن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان حنا بهز حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد عن عبد الله بن الصامت قال قال أبو ذر قلت يا رسول الله الرجل يحب القوم لا يستطيع أن يعمل بأعمالهم قال أنت يا أبا ذر مع من أحببت قال قلت فأني أحب الله ورسوله يعيدها مرة أو مرتين حدثنا بهز حدثنا حماد حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أنه قال يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه ويثنون عليه به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشر المؤمن حثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت قدرا أن أكثر مرقتها فإنها أوصع للجيران حنى علي بن عبد الله حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت داود بن أبي هند عن أبي حربي بن أبي الأسود الدلي عن عمه عن أبي ذر قال أتني نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم في مسجد المدينة فضرباني برجله فقال ألا أراك نائما فيه قال قلت يا نبي الله غلبتني عيني قال كيف تصنع إذا أخرجت منه قال آتي الشام الأرض المقدسة المباركة قال كيف تصنع إذا أخرجت منه قال ما أصنع يا نبي الله أضرب بسيفي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ما هو خير من ذلك وأقرب رجدا تصمع وتطيع وتنساق لهم حيث ساقوك حثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم مل الطيمي عن أبيه قال كنت أعرض عليه ويعرض علي في السكة فيمر بالسجدة فيسجد قال قلت أتسجد في السكة قال نعم سمعت أبا ذر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قال قلت ثم أي قال ثم المسجد الأقصى قال قلت كم بينهما قال أربعون سنة قال ثم أينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد وقد قال أبو عوانة كنت أقرأ عليه ويقرأ علي حنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن سعيدي بن أبي الحسن عن عبد الله بن الصامت أنه كان مع أبي ذر فخرج عطاؤه ومعه جارية له فجعلت تقضي حوائجه قال ففضل معها سبع قال فأمرها أن تشتري به فلوسا قال قلت له لو ادخرته لحاجة تنوبك أو للضيف ينزل بك قال إن خليلي عهد إلي أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل حثنا يحيى بن سعيد عن يحيى حدثني أبو صالح عن رجل من بني أسد ويعل حدثني يحيى عن ذكوان أبي صالح عن رجل من بني أسد أن أبا ذر أخبره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد أمتي لي حبا قوم يكونون أو يخرجون بعد يود أحدهم أنه أعطى أهله وماله وأنه رآني حدثني يحيى عن الأجلاح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن مغيرا به الشيب الحناء والكتم حثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة حنى وكيع حدثنا فلان العميري عن جسرة بنت داجاجة عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فردادها حتى أصبح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم حنى وكيع عن شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة لوقتها حنى وكيع عن سفيانا عن الأعمش عن إبراهيم للطيمي عن أبيه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول قال المسجد الحرام قال قلت ثم أي قال ثم المسجد الأقصى قال قلت كم بينهما قال أربعون سنة ثم أينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد حدثنا عبيدة حدثنا الأعماش فذكره إلا أنه قال أي مسجد وضع في الأرض أول حثنا وكيع وبهز قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن قتادة قال بهز حدثنا قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته قال عن أي شيء قلت هل رأيت ربك فقال قد سألته فقال نور أن أراه يعني على طريق الإيجابي حدثنا وكيع حدثنا الأعماش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤت بالرجل يوم القيامة فيقال أعرض عليه صغار ذنوبه قال فتعرض عليه ويخبأ عنه كبارها فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من الكبار فيقال أعطوه مكانا كل سيئة حسنة قال فيقول إن لذنوبا ما أراها قال قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضحك حتى بدت نواجده حثنا وكيع حدثنا الأعماش عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا يعلى حدثنا الأعماش عن شهري بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمين عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله حثنا وكيع حدثنا الأعماش عن سليمان بن مصير عن خرشة بن الحري عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر انظر أرفع رجل في المسجد قال فنظرت فإذا رجل عليه حلة قال قلت هذا قال قال لي انظر أوضع رجل في المسجد قال فنظرت فإذا رجل عليه أخلاق قال قلت هذا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا عند الله أخير يوم القيامة من ملء الأرض من مثل هذا حدثنا أبن نمير ويعلى قال حدثنا الأعماش عن زيدي بن وهب عن أبي ذر قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا أبا ذر ارفع رأسك فانظر إلى أرفع رجل في المسجد فذكر الحديث حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعماش عن زيدي بن وهب وهب عن أبي ذر فذكر الحديث وقال خير عند الله من قراب الأرض مثل هذا وكذا قال معاوية بن عمر عن زيدي وحدثنا معاوية بن عمر حدثنا زائدة عن الأعماش حدثنا سليمان بن مسهر عن خرشة فذكره حثنا وكيع حدثنا الأعماش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا 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 وقليل مهم حثنا وكيع وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني قال ابن جعفر سمعت أبا عمران عن عبد الله بن الصامت ابن أخي أبي ذر وكان أبو ذر عمه عن أبي ذر أنه قال يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل يحبه الناس عليه قال تلك عاجل بشر المؤمن حثنا وكيع حدثنا الأعماش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب أبي ولا بقر ولا غنمين لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأخففها كل ما نفدت أخرها عادت عليه أولاها حتى يقض بين الناس حنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن حميدي بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب الأسود البهيم فقال شيطان حسنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيانا عن حبيب عن ميموء عن أبي ذر قال عبد الرحمن قال قلت يا رسول الله أوصني قال اتقل لها حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلوق حساء إن قال أبي وكان حدثنا به وكيع عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ ثم رجع حنا وكيع حدثنا الأعمش عن رجل عن خارشة عن أبي ذر والمسعودي عن علي بن مدرك عن خارشة عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قلت يا رسول الله من هم فقد خابوا وخسروا قال المنان والمسبل والمنفق سلعته بالحلف الفجر حسنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم للطيمي عن أبيه عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت سليمان بن مسهر عن خارشة بن الحر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قال ابن جعفر المنان بما أعطى والمسبل إزاره حسنا وكيع عن أبي هلال عن بكر عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له انظر فإنك ليس بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى حسنا عبد الرحمن حدثنا سفيان وعبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خارشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله المنان الذي لا يعطي شيئا إلا من هو المسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الفجر حسنا عبد الرحمن عن سفيان عن واصل عن المعروع عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوانكم جعلهم الله فتنة تحت أيديكم ثمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه من طعمه وليكسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه حسنا وكيع عن عمر بن ذر قال قال مجاهد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث الله نبيا إلا بلغة قومه حسنا عبد الله بن الحارث عن عمر بن سعيد عن بشري بن عاصمين عن عاصمين قال 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 عبد الله بن الحارث أبوه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله سباقنا أصحاب الأموال والدثور سبقا بينا يصلون ويصومون كما نصلي ونصوم وعندهم أموال يتصدقون بها وليست عندنا أموال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بعمل إن أخذت به أدركت من كان قبلك وفت من يكون بعدك إلا أحدا أخذ بمثل عملك تسبح خلافة كل صلاة ثلاثان وثلاثين وتحمد ثلاثان وثلاثين وتكبر أربعا وثلاثين حتنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل الكعبة قال فأقبلت فلما رآني قال هم الأخصرون ورب الكعبة فجلست فلم أتقر أن قمت إليه فقلت من هم في داك أبي وأمي قال هم الأكثرون مالا إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وقليل مهم حسن يحيى بن سعيد عن قرة حدثنا الحسن حدثني ساعة بن معاوية قال أنتهيت إلى الربذة فإذا أنا بأبي ذر قد تلقاني برواحلها قد أوردها ثم أصدرها وقد أعلق قربة في عنق بعير منها ليشرب ويسقي أصحابه وكان خلقا من أخلاق العرب قلت يا أبا ذر ما لك قال لي عملي قلت إيهن يا أبا ذر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين من ماله ابتدرته حجبات الجنة قلنا ما هذان الزوجان قال إن كانت رحالا فرحلاني وإن كانت خيلا ففرساني وإن كانت بلا فبعيراني حتى عد أصناف المال كله قل يا أبا ذر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلمين يتوفى لهم ثلاثة من الولدي لم يبلغوا الحنثة إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته للمصيبة حثنا عفان حدثنا مهدي حدثنا واصل الأحدب عن معرور بن سويد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعته يقول أتاني آت من ربي عز وجل فأخبرني أو قال فبشرني شك مهدي أنه من مات من أمة لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زن وإن سرق قال وإن زن وإن سرق حنا عفان حدثنا سلام أبو المنذر عن محمد بن واصع عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم ما بي سبعا أمرني بحب المساكين والدنو منهم وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي وأمرني أن أصل الرحمة وإن أدبرت وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا وأمرني أن لا أخاف في الله لوم تلائمين وأمرني أن أكثر من قولي لحول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش حتنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي قلبت عن أبي أسماء أنه دخل على أبي ذر وهو بالربذة وعنده امرأة له سوداء مصغبات ليس عليها أثر المجاسد ولا الخلوق قال فقال ألا تنظرون إلى ما تأمرني به هذه السويداء تأمرني أن آتي العراق فإذا أتيت العراق مال علي بدنياهم وأن خليلي صلى الله عليه وسلم عهد إلي أن دون جسر جهنم طريقا ذا دحض ومزلة وإن نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدار وحدث مطر أيضا بالحديث أجمعا في قول أحدهما أن نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدار وقال الآخر أن نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدار وقال الآخر أن نأتي عليه وفي أحمالنا اطهار أحرى أن ننجو عن أن نأتي عليه ونحن مواقير حسنا هاشم حدثنا المبارك بن فضالة عن أبي نعم تحدثني عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إنها ستكون عليكم أئمة يميتون الصلاة فإن أدركتمهم فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلواتكم معهم نافلة حدثنا حسين حدثنا المبارك حدثني أبو نعم تحدثني عبد الله بن الصامت أن أبا ذر قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنها ستكون أئمة فذكر الحديث حسنا علي بن عاصمين عن داود عن الولدي بن عبد الرحمن عن جبير بن نوفير عن أبي ذر قال صمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى إذا كان ليلة أربع وعشرين قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كده أن يذهب ثلث الليل فلما كانت الليلة التي طريها لم يقم بنا فلما كانت ليلة ست وعشرين قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كده أن يذهب شطر الليل قال قلت يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه قال له إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصر فحسبها له قيام ليلة ليلة فلما كانت الليلة التي طريها لم يقم بناف لما أن كانت ليلة ثماء وعشرين جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله واجتمع له الناس فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كده يفوتنا الفلاح قال قلت وما الفلاح قال السحور ثم لم يقم بنا يا أبن أخي شيئا من الشهر حثنا عبد الرحمن وعبد الصمد المعنى قال حدثنا همام عن قتادة قال عبد الصمد حدثنا قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء وقال عبد الصمد الرحبي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي ألا فلا تظالم وكل بني آدم يخطئ بالليل والنهار ثم يستغفرني فأغفر له ولا أبالي وقال يا بني آدم كلكم كان ضالا إلا من هديت وكلكم كان عاريا إلا من كسوت وكلكم كان جائعا إلا من أطعمت وكلكم كان ضمآنا إلا من سقيت فاستهدوني أهدكم واستكسوني أكسكم واستطعموني أطعمكم واستسقوني أسقكم أسقكم يا عبادي لو أن أولكم وآخراكم وجنكم وإنساكم وصغيركم وكبيركم وذكراكم وأنثاكم قال عبد الصمد وعوسيكم وبنيكم على قلب أدقاكم رجلا واحدا لم تزيدوا في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخراكم وجنكم وإنساكم وصغيركم وكبيركم وذكراكم وأنثاكم على قلب أكفركم رجلا لم تنقصوا من ملكي شيئا إلا كما ينقص رأس المخياط من البحر حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم الطيمي عن أبيه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قال قلت ثم أي قال ثم المسجد الأقصى قال أبو معاوية يعني بيت المقدس قال قلت كم بينهما قال أربعون سنة وأينما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد قال أبي وابن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت إبراهيم اللي الطيمية فذكر معناه حسن إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي العلية البراء قال أخر ابن زياد الصلاة فأتاني عبد الله ابن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفته وضرب فخذي وقالا إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت على فخذي وقالا إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك فقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك معهم فصلي ولا تقول إني قد صليت ولا أصلي حسن إسماعيل عن يونس عن حميدي بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدكم قام يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قال فقلت يا أبا ذر ما بالو الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفري فقال يا أبن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان حسن إسماعيل عن الجريري عن أبي العلاء بن الشخيري عن الأحنافي بن قيس قال قدمت المدينة فبين أنا في حلقة فيها ملأ من قريش إذ جاء رجل فذكر الحديث فاتبعته حتى جلس إلى سارية فقلت ما رأيت هؤلاء إلا كره ما قلت لهم فقال إن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني فقال يا أبا ذر فأجبته فقال هل ترى أحدا فنظرت ما عليه من الشمس وأنا أظنه يبعثني في حاجة فقلت أراه قال ما يسرني أن لمثله ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة الدناني يري حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عمري بن مرة قال سمعت سويد بن الحريث قال سمعت أبا ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب أن لمثل أحد ذهبا قال شعبة أو قال ما أحب أن لي أحد ذهبا أدعو منه يوم أموت دينارا أو نصف دينار إلا لغريمين حنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عمري بن مرة عن أبي البختري عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أشياء يؤجر فيها الرجل حتى ذكر لغشيان أهله فقالوا يا رسول الله أيؤجر في شهوته يصيبها قال أرأيت لو كان آثما أليس كان يكون عليه الوزر فقالوا نعم قال فكذلك يؤجر حنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة وعن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال أوصاني خليلي عليه السلام بثلاثة اسمع وأطيع ولول عبد مجدع الأطراف وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبه منه بمعروف وصل الصلاة لوقتها وإذا وجدت الإمامة قد صل فقد أحرزت صلاتك وإلا فهي نافلة حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال سمعت شعبة عن أبي مسعود عن أبي عبد الله الجسري عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحان الله وبحمده قال حجاج إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب العمل إلى الله عز وجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده حثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة وعن حميدي بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود فقلت ما بال الأسود في الأحمر فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال إن الأسود شيطان حدثنا بهز حدثنا شعبة قال واصل الأحدب أخبرني قال سمعت المعرور بن سويد قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه ثوب وعلى غلامه ثوب فذكر معناه أي معنى الحديث الذي بعده حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال حجاج سمعت المعرور قال رأيت أبا ذر وعليه حلة قال حجاج بالربذة وعلى غلامه مثله قال حجاج مرة أخرى فسألته عن ذلك فذكر أنه سبى رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه قال فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وسلم إنك امرؤ فإلك جاهلية أخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبوهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني وقال حدثنا شعبة عن سليمان عن زيدي بن وهب عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بشرني جبريل عليه السلام أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قال قلت وإن زن وإن سرق قال وإن زن وإن سرق حدثنا محمد بن جعفر وبهز وحجاج قالوا حدثنا شعبة وعن واصل قال بهز حدثنا واصل الأحدب عن مجاهد وقال حجاج سمعت مجاهدا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي ونصرت بالرعب مسيرة شهر على عدو وبعثت إلى كل أحمر وأسود وأعطيت الشفاعة وهي نائلة من أمتي من لا يشرك بالله شيئا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال فقال أبو ذر خيبوا وخسروا خيبوا وخسروا خيبوا وخسروا قال من هم يا رسول الله قال المسبل إزار هو المنان والمنفق سلعته بالحلف الكذب حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سليمان عن يحيى بن سامين عن موسى بن طلحة عن أبي ذر أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت من شهر ثلاثة فصم ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمس عشرة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سليمان عن منذر الثوري عن أشياخ لهم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو معاوية حدثنا الأعمشو عن منذر ابني يعلى أبي يعلى عن أشياخ له عن أبي ذر فذكر معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأشتين تنتطحاني فقال يا أبا ذر هل تدري فيما تنتطحاني؟ قال لا قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سليمان عن المنذر الثوري عن أشياخ لهم عن أبي ذر قال لقد تركن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتقلب في السماء طائر إلا ذكرنا منه علما حدثنا حجاج حدثنا فتر عن المنذر عن أبي ذر المعنى حسنا حجاج قال شعبة أخبرنا عن مهاجر أبي الحسن من بني تيم الله مولا لهم قال رجعنا من جنازة فمررنا بزيدي بن وهب فحدثا عن أبي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد قالها ثلاث مرات قال حتى رأينا فيئة لول فصل ثم قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة حنا حجاج وهاشم قال حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة أن معاوية بن حديج مر على أبي ذر وهو قائم عند فرس له فسأله ما تعالج من فرسك هذا فقال أني أظن أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته قال وما دعاء البهيمة من البهائم قال والذي نفسي بيده ما من فرس إلا وهو يدعو كل سحر فيقول اللهم أنت خولتني عبدا من عبادك وجعلت رزقي بيده فاجعلني أحب إليه من أهله وماله وولده قال أبي ووافقه عمرو بن الحريث عن ابن شماسة حثن بشر بن المفضل عن خالدي بن ذكوان حدثني أيوب بن بشير عن فلاء العنزي ولم يقل الغبري أنه أقبل مع أبي ذر فلما رجع تقطع الناس عنه فقلت يا أبا ذر إني سائلك عن بعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان سرا من سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أحدثك قلت ليس بسر ولكن كان إذا لقي الرجل يأخذ بيده يصافحه قال على الخبير سقط لم يلقني قطو إلا أخذ بيدي غير مرة واحدة وكانت تلك آخرهن أرسل إلي فأتيته في مرضه الذي توفي فيه فوجدته متاجعا فأكببت عليه فرفع يده فاتزمني صلى الله عليه وسلم حسنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبران أبو الحسين عن أيوب بن بشير بن كعب العضوي عن رجل من عنازة أنه قال لأبي ذر حين سير من الشام فذكر الحديث وقال فيه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه فقال ما لقيته قطو إلا صافحني حسنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم حين خرجنا من حاش المدينة فقال يا أبا ذر صلى الصلاة لوقتها وإن جئت وقد صلى الإمام كنت قد أحرزت صلاتك قبل ذلك وإن جئت ولم يصلي صليت معه وكانت صلاتك لاك نافلة وكنت قد أحرزت صلاتك يا أبا ذر أرأيت إن الناس جعوا حتى لا تبلغ مسجدك من الجهد أو لا ترجع إلى فراشك من الجهد فكيف أنت صانع قال قلت الله ورسوله أعلم قال تصبر يا أبا ذر أرأيت إن الناس ماتوا حتى يكون البيت بالعبد فكيف أنت صانع قال قلت الله ورسوله أعلم قال تعفف قال يا أبا ذر أرأيت أرأيت إن الناس قتلوا حتى يغرق حجارة الزيت من الدماء كيف أنت صانع قلت الله ورسوله أعلم قال تدخل بيتك قلت يا رسول الله فإن أنا دخل علي قال تأتي من أنت منه قال قلت وأحمل السلاح قال إذا شاركت قال قلت كيف أصنع يا رسول الله قال إن خفت أن يبهرك شعاع السيف فألقي طائفة من ردائك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه حثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمة عن أبي ذر ومؤمل قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن أخيه عن أبيه عن أبي ذر قال قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحص فقال واحدة أو دع قال مؤمل عن تصوية الحص أو مسح حثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن داود بن أبي هند عن الولدي بن عبد الرحمة الجرشي عن جبير بن نوفير الحضرامي عن أبي ذر قال قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل ثم لم يقم بنا الليلة الرابعة وقام بنا الليلة التي تليها حتى ذهب نحو من شطر الليل قال قال فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه قال إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصر فحسبا له بقية ليلته ثم لم يقم بنا السادسة وقام بنا السابعة وقال وبعث إلى أهله واجتمع الناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قال قلت وما الفلاح قال السحور حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي الأحواص عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا تحركوا الحصى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عروة عن أبي مراوح الغفاري عن أبي ذر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله فقال أي العتاقة أفضل قال أنفسها قال أفرأيت إن لم أجد قال فتعين الصانع أو تصنع لأخرق قال أفرأيت إن لم أستطع قال فدع الناس من شرك فإنها صدقة تصدق بها عن نفسك حدثنا عبد الرزاق حدثنا محمد بن راشد عن مكحول عن رجل عن أبي ذر قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له عكاف بن بشر التميمي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عكاف هلاك من زوجة قال لا قال ولا جارية قال ولا جارية قال وأنت موسر بخير قال وأنا موسر بخير قال أنت إذا من إخوان الشياطين ولو كنت في النصارى كنت من رهبانهم إن سنتنا النكاح شراركم عزابكم وأراذل موتاكم عزابكم أبي الشيطان تمرسون ما للشحيطان من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء إلا المتزوجون أولئك المطهرون المبرؤون من الخناوي حكايا عكاف إنهن صواحب أيوب وداود ويوسف وكرسف فقال له بشر بن عطية ومن كرسف كرسف يا رسول الله قال رجل كان يعبد لها بساحل من سواحل البحر ثلاثمائة عامين يصوم النهار ويقوم الليلة ثم إنه كفر بالله العظيم في صبب امرأة عشقها وترك ما كان عليه من عبادة الله عز وجل ثم استدركه الله ببعض ما كان منه فتاب عليه ويحك يا عكاف تزوج وإلا فأنت من المذبذبين قال زوجني يا رسول الله قال قد زوجتك كريمة بنت كلثمين الحميري حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن المغيرتي بن النعماني حدثنا عبد الله بن يزيد بن الأقنع الباهلي حدثنا الأحنف بن قيس قال كنت بالمدينة فإذا أنا برجل يفر الناس منه حين يرونه قال قلت من أنت قالا أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت ما يفر الناس قالا إني أنهاهم عن الكنوز بالذي كان ينهاهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الرزاق قال سمعت الأوزاعية يقول أخبرني هانون بن رياء بن عن الأحنف بن قيس قال دخلت بيت المقدس فوجدت فيه رجلا يكثر السجود فوجدت في نفسي من ذلك فلما انصرف قلت أتدري على شفع إن صرفت أم على وتر قالا إن أكول أدري فإن الله عز وجل يدري ثم قال أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ثم بكى ثم قال أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة قال قلت أخبرني من أنت يرحمك الله قال أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقاصرت إلي نفسي حسن عبد الرزاق ويزيد قال حدثنا هشام عن الحسن حدثني صع ساعة قال يزيد بن معاوية إنه لقي أبو ذر وهو يقود جمهلا له وفي عنقه قربة فقلت له ألا تحدثوني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال بلى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنثة إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم وما من مسلمين ينفق من زوجين من ماله في سبيل الله إلا ابتدرته حجبات الجنة وقال يزيد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن سعيد الجريري عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخيري عن نعيم بن قعنب قال خرجت إلى الربذة فإذا أبو ذر قد جاء فكلم أمرأته في شيء فكأنها ردت عليه وعاد فعادت فقال ما تزدن على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة كالضلعي فإن ثنيتها أنكسرت وفيها بلغة وأود حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن علي بن زيدي بن جدعان عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال يقطع الصلاة الكلب الأسود أحسبه قال والمرأة الحائد قال قلت لأبي ذر ما بالو الكلب الأسود قال أما إني قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذاك فقال إنه شيطان حدثنا يزيد أخبرنا الوليد بن جميع القرشي حدثنا أبو أطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسيد قال قام أبو ذر فقال يا بني غفار قول ولا تختلف فإن الصادق المصدوق حدثني أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج فوج راكبين طعيمين كاسين وفوج يمشون ويسعون وفوج تصحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار فقال قائل منهم هذان قد عرفناهما فما بالو الذين يمشون ويسعون قال يلقي الله الآفة على ظهر حتى لا يبقى ظهر حتى إن الرجل لا يكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف ذات القطب فلا يقدر عليها حثنا يزيد حدثنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن غضيف بن الحريث رجل من أيلة قال ماررت بعمر بن الخطاب فقال نعم الغلام فتبعني رجل ممن كان عنده فقال يا أبن أخي ادعو لها لي بخير قال قلت ومن أنت يرحمك الله قال أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت غفر الله لك أنت أحق أن تدعو لمن لك قال يا أبن أخي أني سمعت عمر بن الخطاب حين مررت به آنفا يقول نعم الغلام وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به حثنا يزيد حدثنا محمد بن عمر وعن عراق بن مالك قال قال أبو ذر إني لا أقربكم يوم القيامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أقربكم مني يوم القيامة من خرج من الدنيا كهيئته يوم تركته عليه وإنه والله ما منكم من أحد إلا وقد تشبث منها بشيء غيري حثنا يزيد حدثنا سفيانو يعني ابن حسين عن الحكم عن إبراهيم الطيمي عن أبيه عن أبي ذر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وعليه برذعة أو قطيفة قال فذاك عند غروب الشمس فقال لي يا أبا ذر هل تدري أين تغيب هذه قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تغرب في عين حامئة تنطلق حتى تخر لربها عز وجل ساجلة تحت العرش فإذا حان خروجها أذن الله لها فتخرج فتطلع فإذا أراد أن يطلعها من حيث تغرب حبسها فتقول يا ربي أن مسيري بعيد فيقول لها اطلعي من حيث غبت فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها حدثنا يزيد ومحمد بن يزيد قال حدثنا العوام قال محمد عن القاسم وقال يزيد في حديثه حدثني القاسم بن عوف الشيباني عن رجل إن قال كنا قد حملنا لأبي ذر شيئا نريد أن نعطيه إياه فأتينا الربذة فسألنا عنه فلم نجده قيل استأذنا في الحج فأذنا له فأتيناه بالبلدة وهي من أنف بين نحن عنده إذ قيل له أن عثمان صل أربعا فاشتد ذلك على أبي ذر وقال قولا شديدا وقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وصليت مع أبي بكر وعمر ثم قام أبو ذر فصل أربعا فقيل له عبت على أمير المؤمنين شيئا ثم صنعت قال الخلاف أشد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبان فقالا فقال إنه كائن بعد سلطان فلا تذلوه فمن أراد أن يذله فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وليس بمقبول منه توبة حتى يسد ثلمته التي ثلم وليس بفاعل ثم يعود فيكون في من يعزه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يغلبون على ثلاث أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعلم الناس السننة حتى يزيد أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيدي بن أبي الحسني عن عبد الله بن الصامت سمع أبا ذر قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم عهد إلي أيما ذهب أو فضة أوكي عليه فهو كي على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله إفراغا حثنا يزيد عن عبد الله بن المؤمل عن قيس بن سعد عن مجاهد عن أبي ذر أنه أخذ بحلقة باب الكعبة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة حدثنا روح وهاشم قال حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال قال هاشم عن حميد عن عبد الله بن الصامت قال قال أبو ذر قلت يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم قال أنت يا أبا ذر مع من أحببت قلت فأني أحب الله ورسوله قال فأنت يا أبا ذر مع من أحببت قال هاشم قال هاله ثلاث مرات أنت مع من أحببت حدثنا أبو داود حدثنا شعبة أخبرني حبيب بن أبي ثابت وعبد العزيز بن رفيع والأعمش كلهم سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة حثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا حسين يعني المعلم عن أبن بريدة حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل إدعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن إدعى ما ليس له فليس منا وليتبوى مقعده من النار ومن دعى رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذاك إلا حرى عليه حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا حسين عن أبن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الدلي حدثه أن أبا ذر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض فإذا هو نائم ثم أتيته وأحدثه فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زن وإن سدق قال وإن زن وإن سدق قلت وإن زن وإن سدق قال وإن زن وإن سدق ثلاثا ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر قال فخرج أبو ذر يجر إزاره وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر قال فكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول وإن رغم أنف أبي ذر حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيمين عن مجاهد عن إبراهيم يعني ابن الأشتري عن أبيه أن أبو ذر حضره الموت وهو بالربذة فبكت امرأته فقال ما يبكيك قالت أبكي لا يدلي بنفسك وليس عندي ثوب يسعك كفنا فقال لا تبكي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومين وأنا عنده في نفر يقول ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين قال فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفرقة فلم يبق منهم غيري وقد أصبحت بالفلات آمت فراقبي الطريقة فإنك سوف ترين ما أقول فإني والله ما كذبت ولا كذبت قالت وأن ذلك وقد انقطع الحاج قال راقبي الطريقة قال فبين فبين هي كذلك إذا هي بالقوم تخد بهم رواحل لهم كأنهم الرخموا فأقبل القوم حتى وقفوا عليها فقالوا ملاكي قالت امرؤ من المسلمين تكفنونه وتؤجرون فيه قالوا ومنه وقالت أبو ذر ففدوه بآبائهم وأمهاتهم ووضعوا سياطهم في نحورها يبتدرونه فقال ابشروا أنتم النافر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ما قال ابشروا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول ما من امرأين مسلمين هلك بينهما ولدان أو ثلاثة فاحتسب وصبر فيرايان النار أبدا ثم قد أصبحت اليوم حيث ترون ولو أن ثوبا من ثيابي يسعني لم أكفن إلا فيه فأنشدكم لهاء لا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا فكل القوم كان قد نال من ذلك شيئا إلا فتا فتا من الأنصار كان مع القوم قال أنا صاحبك ثوباني في عيبتي من غزل أمي وأجد ثوبي هذين الذين علي قال أنت صاحبي فكفني حتنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سليمان قال سمعت ابراهيم اللي الطيمية يحدث عن أبيه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم حما أنه سأله عن أول مسجد وضع للناس قال المسجد الحرام ثم بيت المقدس فسوء إلى كم بينهما قال أربعون عاما وحيثما أدركتك الصلاة فصل فثم مسجد حثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عمر ابن مرة عن أبي البختري عن أبي ذر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب أهل الأموال بالأجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك صدقة كثيرة فذكر فضل سمعك وفضل بصرك قال وفي مبادعتك أهلك صدقة فقال أبو ذر أيؤجر أحدنا في شهوته قال أرأيت لو وضعته في غير حل أكان عليك وزر قال نعم قال أفا تحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير حثنا عفان حدثنا أبو الأشهب حدثنا خلايد العاصري قال أبو جري أين لقيت خلايدا قال لا أدري عن الأحنا في ابن قيس قال كنت قاعدا مع أناس من قريش إذ جاء أبو ذر حتى كان قريبا منهم قال ليبشر الكنازون بكي من قبل ظهورهم يخرج من قبل بطونهم وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم قال ثم تنح فقعد قال فقلت من هذا قال أبو ذر قال فقمت إليه فقلت ما شيء سمعتك تنادي به قال ما قلت لهم شيئا إلا شيئا قد سمعوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم قال قلت له ما تقول في هذا العطاء قال خذه فإنا فيه اليوم معونة فإذا كان ثمنا لدينك فدعه حثنا عفان وعاريم أبو النعمان قال حدثنا ضيلم بن غزوان العطار العبدي حدثنا وهبو بن أبي دبي قال عفان حدثني عن أبي حربي بن أبي الأسود عن محجأ عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العين لتولغ الرجل بإذن الله يتصعد حالقا ثم يترد منه حثنا عارم حدثنا مهدي بن ميمو إن حدثنا غيلان عن شهري بن حوشب عن معدي كريبة عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ابن آدم إن تلقني بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة بعدا أن لا تشرك بي شيئا أبن آدم إنك إن تذنب حتى يبلغ ظنبك عنان السماء ثم تستغفرني أغفر لك ولا أبالي حان عارم عفان قال حدثنا مهدي بن ميمو إن حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدلي عن أبي ذر قال قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصل ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قال قالوا يا رسول الله أن يأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه فيها وزر وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر قال عفان تصدقون وقال وتهليلة وتكبيرة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي ونهي عن منكر صدقة وفي بضع حدثنا أبو النظر حدثنا مهدي ولم يذكر أبا الأسود حدثنا عارم عفان قال حدثنا مهدي بن ميموء عن واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدلي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة وكل تسبيحة صدقة وتهليلة صدقة وتكبيرة صدقة وتحميدة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ أحدكم من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبران أبو حسين عن أيوب بن بشيري بن كعب العضوي عن رجل من عنز أنه قال لأبي ذر حين سيرى من الشام قال إني أريد أن أسألك عن حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن أخبرك به إلا أن يكون سرا فقلت إنه ليس سرا هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتمه فقال ما لقيته قطو إلا صافحني وبعث إلي يوما ولست في البيت فلما جئت أخبرت برسوله فأتيته وهو على صرير له فاتزمني فكانت أجود وأجودة حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا عمران الجوني يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال فقلت يا رسول الله الرجل يعمل لنفسه فيحبه الناس قال تلك عاجل بش المؤمن حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أيوبا عن أبي العالية البراء عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أبا ذر كيف أنت إذا بقيت في قومين يؤخرون الصلاة عن وقتها قال فقال لي صل الصلاة لوقتها فإن أدركتهم لم يصلوا فصل معهم ولا تقول إني قد صليت ولا أصلي حسنا أبو عامر حدثنا شعبة عن بوديل بن ميسرة قال سمعت أبا العالية البراء عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب فخذه وقال له كيف أنت إذا بقيت في قومين يؤخرون الصلاة ثم قال صل الصلاة لوقتها ثم انهض فإن كنت في المسجد حتى تقام الصلاة فصل معهم حان محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن رجل من ثقيف يقال له فلان بن عبد الوحيد قال سمعت أبا مجيب قال لقي أبو ذر أبا هريرة وجعل أراه قال قبيعة سيفه فضة فناهاه وقال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من إنساء أو قال أحد ترك صفراء أو بيضاء إلا كوية بها حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت سليمان بن مصهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المنان بما أعطى المسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكذب حنا وهب بن جرير حدثنا مهدي بن ميموء عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدلي عن أبي ذر قال قيل يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصل ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم فقال أوليس قد جعل الله لاكم ما تصدقون إنه بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تهليلة صدقة وبكل تحميدة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أن يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر فقال أرأيتم لو وضعها في الحرام أليس كان يكون عليه وزر أو الوزر قالوا بل قال فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له الأجر أثنى عبد الملك بن عمر نحدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم من لأمكم من خدمكم فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون أو قال تكتسون ومن لا يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله عز وجل حسنا عبد الملك بن عمر نحدثنا علي يعني ابن مبارك عن يحيى عن زيدي بن صلى الله عن أبي صلى الله قال أبو ذر على كل نفس فيه كل يومين طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه قلت يا رسول الله من أين أتصدق وليس لنا أمول قال لي أن من أبواب الصدقة التكبير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر لها وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر وتهدي الأعمى وتسمع الأصم والأبكى حتى يفقها وتدل المستدلة على حاجة له قد علمت ما كانها وتسعى بشدة ساقيك إلى الله فان المستغيث وترفع بشدة ذراعيك ذراعيك مع الضعيف كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك ولك في جماعك زوجتك أجر قال أبو ذر كيف يكون لي أجر في شهوتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فمات أكنت تحتسب به قلت نعم قال فأنت خلقته قالا بل الله خلقه قال فأنت هديته قال بل الله هداه قال فأنت ترزقه قالا بل الله كان يرزقه قال كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجر حسنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو نعامة عن الأحناف بن قيص قال قدمت المدينة وأنا أريد العطاء من عثمان بن عفان فجلست إلى حلقة من حلق قريش فجاء رجل عليه أسمال له قد لف ثوبا على رأسه قال بشر الكنازين بكي في الجباح وبكي في الظهور وبكي في الجنوب ثم تنح إلى سارية فصل خلفها ركعتين فقلت من هذا فقيل هذا أبو ذر فقلت لهم شيء سمعتك تنادي به قال ما قلت لهم إلا شيء سمعوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم فقلت يرحم قال الله إني كنت أخذ العطاء من عمر فما تر قال خذه فإنا فيه اليوم معونة ويواشك ويواشك أن يكون دينا فإذا كان دينا فارفضه حدثنا أبو كامل حدثنا حماد حدثنا أبو نعامة الصعدي فذكره بإسناده ومعنه ولم يذكر إلا شيء سمعوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم ولا أرعفانا إلا وهيما وذهب إلى حديث أبي الأشهبي لأن عفانا زاده ولم يكن عندنا حدثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن شمري بن عطية عن أشياخه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أوصني قال إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها قال قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله قال هي أفضل الحسنات حسن أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عمل حسنة فله عشر أمثالها أو أزيد ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بشيء جعت له مثلها مغفرة ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا ومن اقترب إليه ذراعا اقتربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة حسنة ابن نمير حدثنا الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الدلي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرا به الشيب الحناء والكتم حسن إسماعيل حدثنا صالح بن رستم عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فإن أنت أدركتهم فصل الصلاة لوقتها وربما قال في رحلك ثم ائتهم فإن وجدتهم قد صل لو كنت قد صليت وإن وجدتهم لم يصل صليت معهم فتكون لك نافلة حان أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال أنتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني مقبلا قال هم الأخصرون ورب الكعبة فقلت ما لي لعلي أنزل في شيء من هم في داك أبي وأمي قال الأكثرون أمولا إلا من قال هكذا فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله قالا ثم قال والذي نفسي بيده لا يموت أحد منكم فيدعوا أبلا وبقرا وغنما لم يؤدي زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمناه تطأه بأخف فيها وتنطحه بقرونها كلما نفدت أخراها عليه وعيدت أولاها حتى يقض بين الناس حثن أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة يؤت برجل فيقول نحو كبار ذنوبه وسلوه عن صغارها قال فيقال له عملت كذا يوم كذا وكذا وكذا وعملت كذا يوم كذا وكذا قال فيقول يا ربي لقد عملت أشياء لم أرها هنا قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة حثن أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن زيدي بن وهب عن أبي ذر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ارفع بصرك فانظر أرفع رجل تراه في المسجد قال فإذا رجل جالس عليه حلة قال فقلت هذا قال فقال يا أبا ذر ارفع بصرك فانظر أوضع رجل تراه في المسجد فنظرت فإذا رجل ضعيف عليه أخلاق قال فقلت هذا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما والذي نفسي بيده لهذا أفضل عند الله يوم القيامة من قراب الأرض مثل هذا حان يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد حدثني أبو صالح عن رجل من بني أسد عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشد أمتي لي حبا قوم يكونون أو يجيئون بعدي يود أحدهم أنه أعطى أهله وماله وأنه رأاني حان يحيى حدثنا قدامة بن عبد الله حدثتني جسرة بنت داججة أنها انطلقت معتمرة فانتهت إلى الرابدة فسامعت أبا ذر يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي في صلاة العشاء فصل بالقوم ثم تخلف أصحاب له يصلون فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصراف إلى رحله فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه فصل فجئت فقمت خلفه فأومأ إلي بيمينه فقمت عن يمينه ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه فأومأ إليه بشماله فقام عن شماله فقمنا ثلاثتنا يصلي كل رجل منا بنفسه ويطلو من القرآن ما شاء الله أن يطلو فقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغدات فبعد أن أصبحنا أو مأتوا إلى عبد الله بن مسعود مسعود أنسله ما أراد إلى ما صنع البارحة فقال ابن مسعود بيده لا أسأله عن شيء حتى يحدث إلي فقلت بأبي أنت وأمي قمت بآية من القرآن ومعك القرآن لو فعل هذا بعضنا وجدنا عليه قال دعوت لأمتي قال فماذا أجبت أو ماذا رد عليك قال أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة قال أفلا أبشر الناس قال بل فانطلقت معنقا قريبا من قفة بحجر فقال عمرو يا رسول الله إنك إم تبعث إلى الناس بهذا نكلوا عن العبادة فنادى أن إرجع فرجع وتلك الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم حدثنا مروان حدثنا قدامة البكري فذكر نحوه وقال ينكلوا عن العبادة حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سويدي بن قيسين عن معاوية بن حديج عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين يقول اللهم خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب أهله وماله إليه أو أحب أهله وماله إليه قال أبو عبد الرحمن قال أبي خالفه عمرو بن الحريث فقال عن يزيد عن عبد الرحمن بن شماشة وقال ليث عن أبي شماشة أيضا حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن إبراهيم حدثنا قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو كنت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سألته قال عن أي شيء قلت أسأله هل رأى محمد ربه قال فقال قد سألته فقال نورا أن أراه حدثنا يحيى بن سعيد عن عكريمتا بن عمار حدثني أبو زميل سماك الحنفي حدثني مالك بن مرثدي بن عبد الله الزماني حدثني أبي مرثد قال سألت أبا ذر قلت كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر قال أنا كنت أسأل الناس عنها قال قلت يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر في رمضان هي أوي في غيره قال بل هي في رمضان قال قلت تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت أم؟ هي إلى يوم القيامة قال بل هي إلى يوم القيامة قال قلت في أي رمضان هي قال تمسوها في العشر الأولي أو العشر الأواخر ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث ثم اهتبلت وغفلته قلت في أي العشرين هي قال ابتغوها في العشر الأواخر لا تسألني تسألني عن شيء بعدها ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث ثم اهتبلت وغفلته فقلت يا رسول الله أقسمت عليك بحقي عليك لما أخبرتني في أي العشر هي قال فغضب علي غضبا لم يغضب مثله منذ صاحبته أو صاحبته كلمة نحوها قال تمسوها في السبع الأواخر لا تسألني عن شيء بعدها حثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثني أبي أن أبا مراوح الغفارية أخبره أن أبا ذر أخبره أنه قال يا رسول الله أي العمل أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قال فأي الرقاب أفضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهليها قال أفرأيت لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قال أرأيت فإن ضعفت قال تمسك عن الشر فإنه صدقة تصدق بها على نفسك حثنا يحيى بن سعيد عن شعب تحدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت قال لما قدم أبو ذر على عثمان من الشام فقال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث اسمع وأطيع ولو عبدا مجدع الأطراف وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرتك فأصبه منها بمعروف وصل الصلاة لوقتها فإن وجدت الإمام قد صل فقد أحرزت صلاتك وإلا فهي نافلة حنا مكي بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن أبي زياد عن شهري بن حوشب عن ابن عم لأبي ذر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمرة لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد كان مثل ذلك فما أدري أفي الثالثة أم في الرابعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عاد كان حتما على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال عصارة أهل النار حتنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين يعني ابن سعد حدثني عمرو بن الحريث قال وحدثني رشدين عن سالم بن غيلان تجيبي حدثه أن سليمان بن أبي عثمان حدثه عن حاتم بن عدي أو عدي بن حاتمين الحمصي عن أبي ذر قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أبيت عندك الليلة فأصلي بصلاتك قال لا تستطيع صلاتي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل فيستور بثوب وأنا محول عنه فاختسله ثم فعات مثل ذلك ثم قام يصلي وقمت معه حتى جعت أضرب برأسي الجدران من طول صلاته ثم أذن بلال للصلاة فقال أفعت قال نعم قال يا بلال إنك لتؤذن إذا كان الصبح ساطعا في السماء وليس ذلك الصبح الصبح إنما الصبح هكذا معترضا ثم دعا بسحور فتسحر حثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن طلقي بن حبيب عن بشير بن كعب العدوي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلاك في كنز من كنوز الجنة قال فقلت نعم قال لحول ولا قوة إلا بالله حثنا عفان حدثنا همام حدثنا عامل الأحول عن شهري بن حوشب عن معدي كريبة عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال يا أبنى آدم إنك ما دعوتني ورجوتني فإني سأغفر لك على ما كان فيك ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا للقيتك بقرابها مغفرة ولو عملت من الخطايا حتى تبلغ عنان السماء ما لم تشرك بي شيئا ثم استغفرتني لغفرت لك ثم لا أبال حدثنا عفان حدثنا مهدي بن ميموء عن غيلان ابني جرير عن شهري بن حوشب عن معدي كريبة عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حثنا موسى بن داود حدثنا أبن لهيعة عن سالم بن غيلان عن سليمان ابني أبي عثمان عن عدي بن حاتمين الحمصي عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال أنت يا بلال تؤذن إذا كان الصبح ساطعا في السماء فليس ذلك بالصبح إنما الصبح هكذا معترضا ثم دعا بسحوره فتسحر وكان يقول لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطرة حنى علي بن إسحاق قال قال عبد الله حدثني يونس عن الزهري قال سمعت أبا الأحواص مولى بن ليث يحدثنا في مجلس أبن المسيب وابن المسيب جالس أنه سمع أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يتفيد فإذا صرف وجهه إن صرف عنه حثن أبو المغيرة حدثنا سفوان عن أبي اليمان وأبي المثنى أن أبا ذر قال باي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وأوثقني سبعا وأشهد لها علي تسعا أن لا أخاف في الله لوم طلائمين قال أبو المثنى قال أبو ذر فدعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لاك إلى بيعة ولك الجنة قلت نعم وبسطت يدي فقال رسول الله وهو يشترط علي أن لا تسأل الناس شيئا قلت نعم قال ولا صوتك إن يسقط منك حتى تنزله إليه فتأخذه حدثنا أبو اليمان حدثنا صفوان بن عمر وعن شريح بن عبيد الحضرامي يرده إلى أبي ذر أنه قال لما كان العشر الأواخر اعتكى فرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر من يوم 22 قالا إن قائمون الليلة إن شاء الله فمن شاء منكم أن يقوم فليقوم وهي ليلة 23 فصلىها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بعد العتمة حتى ذهب ثلث الليل ثم إن صرف فلما كان ليلة 24 لم يصل شيئا ولم يقوم فلما كان ليلة 25 قام بعد صلاة العصر يوم 24 فقالا فقالا إن قائمون الليلة إن شاء الله يعني ليلة 25 فمن شاء فليقوم فصل بالناس حتى ذهب ثلث الليل ثم إن صرف فلما كان ليلة 26 لم يصل شيئا ولم يقوم فلما كان عند صلاة العصر من يوم 26 قام فقالا إن قائمون إن شاء الله يعني ليلة 27 فمن شاء أن يقوم فليقوم قال أبو ذر فتجلدنا للقيام فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب ثلث الليل ثم إن صرف إلى قبته في المسجد فقلت له إن كنا لقد طمعنا يا رسول الله أن تقوم بنا حتى تصبح فقال يا أبا ذر إنك إذا صليت مع إمامك وانصرفت إذا إن صرف كتب لك قنوة ليلتك قال أبو عبد الرحمن حثنا عبيد الله بن محمد أخبرنا حماد بن سلمة أخبرنا ليث عن عبد الرحمن بن مروانة عن الهزيل بن شرح بيلا عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا وشتان تقترنان فنطحت أحداهما الأخرى فأجهضتها قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لهما يضحكك يا رسول الله قال عجبت لها والذي نفسي بيده ليقادلنا لها يوم القيامة حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا حويي بن عبد الله أن أبا كثير مولى بن هاشمين حدثه أنه سمع أبا ذر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلمات من ذكرهن مئة مرة دبرا كل صلاة الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم لو كانت خطاياه مثل زبد البحر لمحتهن قال أبي لم يرفعه حسن حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد قال سمعت ابن حجيرة الشيخ يقول أخبرني من سمع أبا ذر يقول نجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إلى الصبح فقلت يا رسول الله أمرني فقال إنها آمانة وخزي وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها حسن حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب إن أبا سالمين الجيشانية أتى أبا أميت في منزله فقال أني سمعت أبا ذر يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه لله عز وجل وقد أحببتك فجئتك في منزلك حسن ابن الوليد حدثنا صفيان عن منصور عن مجاهد عن مورق العجلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لائمكم من خدمكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تلبسون ومن لا يلائمكم من خدمكم فبيعوا ولا تعذبوا خلق الله عز وجل حسن أسود هو أبن عامر حدثنا إسرائيل عن إبراهيم ابن مهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تأطى ما فيها موضع أربعي أصابع إلا عليه ملك ساجد لو علمتم ما أعلموا لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا تلذذتم بالنساء على الفرشات ولا خرجتم على أو إلى الصعودات تجأرون إلى الله قال فقال أبو ذر والله لو وديدت أني شجرة تعضد حسن الحكم بن موسى حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال المدني أخبرنا عمر مولى غفرة عن أبني كعب عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصاني حبي بخمس أرحم المساكين وأجالسهم وأنظر إلى من هو تحتي ولا أنظر إلى من هو فوقي وأن أصل الرحم وأن أدبرت وأن أقول بالحق وأن كان مرا وأن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله يقول مولى غفرة لا أعلم بقي فينا من الخمس إلا هذه قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من الحكم بن موسى وقال عن محمد بن كعب عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حسنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر أخبرني محمد بن أبي حرملة عن عطائي بن يسار عن أبي ذر قال أوصاني حبي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل النوم وبصيام ثلاثة أيامين من كل شهر حدثنا روح حدثنا أبو عامر الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحقرن من المعروف شيئا فإن لم تجد فلقى أخاك بوجه طلق حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت حرملة يحدث عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي بصرة عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما أو قال ذمة وصهرا فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فخرج منها قال فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل ابن حسنة وأخاه ربيعة يختصماني في موضع لبنة فخرجت منها قال وحدثنا هارون حدثنا أبن وهب حدثنا حرملة عن عبد الرحمن بن شماسة قال سمعت أبا ذر فذكر معناه حنا سليمان بن داود أبو داود حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان حدثني أبي عن مكحول عن أبن أبن عيمين حدثه عن أسامة أبن سلمان أن أبا ذر حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب قالوا يا رسول الله وما الحجاب قالا أنت موت النفس وهي مشركة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عمر بن نعيمين عن أسامة أبن سلمان عن أبن ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب قالوا يا رسول الله وما وقوع الحجاب قالا أنت موت النفس وهي مشركة حدثنا علي بن عياش وعصام بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عمر بن نعيمين عن أسامة أبن سلمان وقال عصام عمر بن نعيمين العنسي أن أبا ذر حدثهم وقال يا رسول الله وما وقوع الحجاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قالا إن الله عز وجل لا يغفر لعبده فذكر مثله حسنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن صامت قال قال أبو ذر خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام أنا وأخي أنيس وأمنا فانطلقنا حتى نزلنا على خال لنا ذي مال وذي هيئة فأكرمنا خالنا فأحسن إلينا فحسدنا قومه فقالوا إنك إذا خرجت عن أهلك خلفتك إليهم أونيس فجاءنا خالنا فنثى عليه ما قيل له فقلت أما ما مضى من معروفك فقد كدرته ولا جمع لنا فيما بعد قال فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها وتغطى خالنا ثوبه وجعل يبكي قال فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة قال فناثر أونيس رجلا عن صرمتنا وعن مثلها فأتيا الكاهين فخير أونيسا فأتنا بصرمتنا ومثلها وقد صليت صليت يا أبن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين قال فقلت لمن قال لله قال قلت فأين توجه قال حيث وجهني الله عز وجل قال وأصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء قال أبي قال أبو النضر قال سليمان كأني خفاء حتى تعلوني الشمس قال فقال أونيسا إن لي حاجة بمكة فاكفني حتى آتيك قال فانطلق فراثا علي ثم أتني فقلت محبسك قال لقيت رجلا يزعم أن ملها عز وجل أرسله على دينك قال فقلت ما يقول الناس له قال يقولون إنه شاعر وساحر وكاهين قال وكان أونيسا شاعرا قال فقال قد سمعت قول الكهان فما يقولوني يقولوا بقولهم وقد وضعت قوله على أقرأ الشعر فوالله ما يتام لسان أحد أحد أنه شعر والله إنه لا صادق وإنهم لا كذبون قال فقلت له هل أنت كافية حتى أنطلق فأنظر قال نعم فكن من أهل مكة على حذر فإنهم قد شنيفوا له وتجهموا له وقال عفان شيف له وقال بهز صبقوا له وقال أبو النضرش فوله قال فانطلقت حتى قدمت مكة فتضعفت رجلا منهم فقلت أين هذا الرجل الذي تدعونه الصابق قال فأشار إلي قال الصابق قال فما لأهل الوادي علي بكل مدرة وعظمين حتى خررت مغشيا علي فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر فأتيت زمزم فشربت من مائها وغست عني أدم فدخلت بين الكعبة وأستارها فلبثت به أبن أخي ثلاثين ثلاثين من بين يومين والليلة وما لي طعام إلا ما أزمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت على كبيد سخفة جوعا قال فبين أهل مكة في الليلة قمرأ أضحياء وقال عفان أسخياء وقال بهز أسخياء وكذلك قال أبو النظر فضرب الله على أصمخات أهل مكة فما يطوف بالبيت غير امرأتين فأتت علي وهما تدعواني إساف ونائل قال فقلت أنكحوا أحدهما الآخر فما ثناهما ذلك قال فأتت علي فقلت وهان مثل الخشبة غير أني لم أكني قال فان طلقتات والولاني وتقولاني لو كان هاهنا أحد من أنفارنا قال فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطاني هابطاني من الجبل فقال ملاكما فقالت الصابع بين الكعبة وأستارها قال ما قال لكم قالت قال لنا كلمة تملأ الفم قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه حتى استلم الحجر فطاف بالبيت ثم صلى قال فأتيته فكنت أول من حياه بتحية أهل الإسلام فقال عليك ورحمة الله ممن أنت قال قلت من غفار قال فأهو بيده فوضعها على جبهته قال فقلت في نفسي كره أني انتميت إلى غفار قال فأردت أن أخذ بيده فقضعني صاحبه وكان أعلم به مني قال متى كنت هاهنا قال كنت هاهنا منذ ثلاثين من بين الليلة ويومين قال فمن كان يطعمك قلت ما ما كان لي طعام إلا ماء زمزم قال فسمنت حتى تكسر عكن بطني وما وجدت على كبيدي سخفة جوع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مباركة وإنها طعام طعمين قال أبو بكر إئذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة قال ففعل قال فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق أبو بكر وانطلقت معهما حتى فتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف قال فكان ذلك أول طعامين أكلته بها فلبثت ما لبثت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد وجهت إلي أرض ذات نخل ولا أحسبوها إلا يثرب فهل أنت مبلغ عني قومك لعل لها عز وجل أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم قال فانطلقت حتى أتيت أنيسا قال فقال لي ما صنعت قال قلت قلت إني صنعت أني أسلمت وصدقت قال قال فما لي رغبة عن دينيك إني قد أسلمت وصدقت ثم أتينا أمنا فقالت فما بي رغبة عن دينيكما فإني قد أسلمت وصدقت فتحملنا حتى أتينا قومنا غفارا فأسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقال يعني يزيد ببغداد وقال بعضهم إذا قدم فقال بهزن أخواننا نسلم وكذا قال أبو النضر وكان يأمهم خفف بن إماء بن رحضة الغفاري وكان سيدهم يومئذ وقال بقيتهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمنا فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم بقيتهم قال وجاءت أسلم فقالوا فقالوا يا رسول الله إخواننا نسلم على الذي أسلموا وأن عليه فأسلموا وفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلموا سالمها الله وقال بهزن وكان يأمهم إماء بن رحضة فقال أبو النضر إماء حدثنا عبد الله حدثنا هدبة حدثنا سليمان بن المغيرة فذكر نحوه بإسناده حدنا يزيد يعني ابن هارون حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا قتادة حدثنا عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لا سألته قال وعم كنت تسأله قال سألته هل رأى ربه عز وجل قال أبو ذر قد سألته فقال نور أن أراه أدثنا يزيد أخبرنا همام عن قتادة عن سعيدي بن أبي الحسن عن عبد الله بن صامت قال كنت مع أبي ذر وقد خرج عطاؤه ومعه جارية له فجعلت تقضي حوائجه وقال مرة نقضي قال ففضل معه فضل قال أحسبه قال سبع قال فأمرها أن تشتري بها فلوسا قلت يا أبا ذر لو ادخرته للحاجة تنوبك وللضيف يأتيك فقال إن خليلي عهد إلي أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه يوم القيامة حتى يفرغه إفراغا في سبيل الله حثنا يزيد أخبرنا الجريري أبو مسعود عن أبي عبد الله الجسري عن أبن الصامت عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الكلام أحب إلى الله عز وجل قال ما اصطافه لملائكته سبحان الله وبحمده ثلاثا تقولها حثنا يزيد أخبرنا الأسود بن شيبان عن يزيد أبي العلاء عن مطرفي بن عبد الله بن الشيخ خير قال بلغني عن أبي ذر حديث فكنت أحب أن ألقاه فلقيته فقلت له يا أبا ذر بلغني عنك حديث فكنت أحب أن ألقاك فأسألك عنه فقال قد لقي تفاسج قال قلت بلغني أنك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة يحبهم الله عز وجل وثلاثة يبغضهم الله عز وجل قال نعم فما أخالني أكذب على خليل محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثا يقولها قال قلت من الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل قال رجل غزى في سبيل الله فلقي العدو مجاهدا محتسبا فقاتل حتى قتل وأنتم تجيدون تجيدون في كتاب الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ورجل له جار يؤذيه فيصبر على أذاه ويحتسبه حتى يكفيه الله إياه بموت أو حياة ورجل يكون مع قومين فيسيرون حتى يشق عليهم الكرة أو النعاس فينزلون في آخر الليل فيقوموا إلى وضوءه وصلاته قال قلت من الثلاثة الذين يبغضهم الله قال الفخور المختال وأنتم تجيدون في كتاب الله عز وجل إن الله لا يحب كل مختال فخور والبخيل المنان والتاجر والبايع الحلاف قال قلت يا أبا ذر ما المال قال فرق لنا وذود يعني بالفرق غنما يسيرة قال قلت لست عن هذا أسأل إنما أسألك عن صامت المال قال ما أصبح لا أمس وما أمس لا أصبح قال قلت قلت يا أبا ذر ما لاك ولأخوتيك قريش قال والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين الله تبارك وتعالى حتى ألقى لها ورسوله ثلاثا يقولها حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميدي بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أناسا من أمتي سيما هم التحليق يقرؤون القرآن ليجاوز حلوقهم يمرقون من الدين كما يمرق الساهم من الرمية هم شر الخلق والخليقة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمري بن مرة قال سمعت سويد بن الحريث قال سمعت أبا ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب أن لمثل أحد ذهبا قال شعبة أو قال ما أحب أن لي أحد ذهبا أدعو منه يوم أموت دينارا أو نصف دينار إلا لغريمين حان محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر وقال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوه عن الصلاة قال أبو ذر حتى رأينا فيئة لولي حسنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن عبد الله بن يزيد بن الأقنع عن الأحناف بن قيس قال بينما أنا في حلقة إذ جاء أبو ذر فجعلوا يفرون منه فقلت لما يفر منك الناس قال أني أنهاهم عن الكنز الذي كان ينهاهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم سالمه الله وغفار غفر الله تبارك وتعالى لها حسنا يحيى بن سعيد عن صفيان حدثني حبيب عن ميموني بن أبي شبيب عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقل لها حيثما كنت وخالق الناس بخلوق حساء وإذا عملت سيئة فعمل حسنة تمحها حسنا يحيى عن فتر حدثني يحيى بن سامين عن موسى بن طلحة عن أبي ذر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمس عشرة حسنا يحيى عن ابن سامين عن موسى بن طلحة عن أبي ذر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمس عشرة حسنا يحيى عن ابن عجلان حدثني سعد عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أغتسله أو تطهر فأحسن الطهور ولبسا من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من تب أو دهن أهله ثم أتى الجمعة فلم يلغو ولم يفرق بين أثنين غفر لهما بينه وبين الجمعة الأخرى حسنا ابن نمير حدثنا موسى يعني ابن المسي بالثقافية عن شهر عن عبد الرحمن بن غنمين الأشعري عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يقول يا عبادي كلكم مذنب إلا من عفيت فاستغفروني أغفر لكم ومن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني بقدرة غفرت له ولا أبالي وكلكم ضال إلا من هديت فسلوني الهدى أهدكم وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم ولو أن حيكم وميتكم وأولاكم وأخراكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على قلب أتق عبد عبد من عبادي لم يزيدوا في ملك جناح بعوضة ولو أن حيكم وميتكم وأولاكم وأخراكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فسأل كل سائل منهم بلغت أمنيته وأعطيت كل سائل ما سأل لم ينقصني إلا كما لو مر أحدكم على شفة البحر فغمس إبرة ثم انتزع هذلك لأني جواد ماجيد واجد أفعل ما أشاء عطائي كلامي وعذابي كلامي إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون حدثنا أبن نمير ومحمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم اللي الطيمي عن أبيه قال قال أبو ذر بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حين وجبت الشمس قال يا أبا ذر أين تذهب الشمس قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها عز وجل ثم تستأذن فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مكانها وذلك مستقر لها قال محمد ثم قرأ والشمس تجري لمستقر لها حثنا يعلى بن عبيد حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن مكحول عن غضيف بن الحريث قال ماررت بعمر ومعه نفر من أصحابه فأدركني رجل منهم فقال يا فتى ادعو لها لي بخير بارك الله فيك قال قلت ومن أنت رحمك الله قال أنا أبو ذر قال قلت يغفر الله لك أنت أحق قال أني سمعت عمر يقول نعم الغلام وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل وضع الحق على لسان عمر يقول به حثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم للطيمي عن أبيه عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش حثنا وكيع حدثنا المسعودي عن علي بن مدرك عن خرشة ابن الحر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الفجر حثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن جابر عن ثابت بن سعد أو سعيد عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم أمرأة فأمرني أن أحفر لها فحفرت لها إلى سرتي حثنا وكيع حدثنا المسعودي أنبأني أبو عمر الدمشقي عن عبيدي بن الخشخاش عن أبي ذر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست فقال يا أبا ذر هل صليت قلت لا قال قم فصل قال فقمت فصليت ثم جلست فقال يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنسي الجن قال قلت يا رسول الله وللإنسي شياطين قال نعم قلت يا رسول الله الصلاة قال خير موضوع من شاء أقل ومن شاء أكثر قال قلت يا رسول الله فما الصوم قال فرض مشزئ وعند الله مزيد قلت يا رسول الله فالصدقة قال أضعاف مضعافة قلت يا رسول الله فأيها أفضل قال جهد مقل أو سر إلى فقير قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول قال آدم قلت قلت يا رسول الله ونبي كان قال نعم نبي مكلم قال قلت يا رسول الله كم المرسلون قال ثلاثمائة وبضعة عشر جما غفيرا وقال مرة خمسة عشر قال قلت يا رسول الله آدم أنبي كان قال نعم نبي مكلم قلت يا رسول الله أي ما أنزل عليك أعظم قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حثنا وكيع عن صفيان حدثنا يزيد يعني ابن أبي زياد عن زيدي بن وهب عن أبي ذر قال قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أكلتنا الضبوع قال غير ذلك أخواف عندي عليكم من ذلك أن تصب عليكم الدنيا صبا فليت أمتي ليلبسون الذهب حثنا يزيد أخبرنا هشام عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح كل يومين على كل سلامة من ابن آدم صدقة ثم قال إماطتك الأذى عن الطريق صدقة وتصليمك على الناس صدقة وأمرك بالمعروف صدقة ونهيك عن المنكر صدقة ومبادعتك أهلك صدقة قال قلنا يا رسول الله أيقضي الرجل شهوته وتكون له صدقة قال نعم أرأيت لو جعل تلك الشهوة فيما حرم الله عليه ألم يكن عليه وزر قلنا بل قال فإنه إذا جعلها فيما حل الله عز وجل فهي صدقة قال وذكر أشياء صدقة صدقة قال ثم قال ويجزئ من هذا كله ركعة الضحى حثنا عفان حدثنا مهدي حدثنا واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر كان واصل ربما ذكر أبا الأسود الدلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن حثنا يزيد أخبرنا هشام عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أمتي بأعمالها حسنة وسيئة فرأيت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق ورأيت في سيئ أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن حثنا يزيد حدثنا كهماس بن الحسن حدثنا أبو السليل عن أبي ذر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو علي هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا حتى فرغ من الآية ثم قال يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لا كافتهم قال فجعل يطلو بها ويرددها علي حتى نعست ثم قال يا أبا ذر كيف تصنع إن أخرجت من المدينة قال قلت إلى الساعة ودعت أنطلق حتى أكون حمامة من حمام مكة قال كيف تصنع إن أخرجت من مكة قال قلت إلى الساعة ودعت إلى الشام والأرض المقدسة قال وكيف تصنع إن أخرجت من الشام قال قلت إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي قال أوى خير من ذلك قال قلت أوى خير من ذلك قال تصمع وتوطيع وإن كان عبدا حبشيا قدثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن أبي عمر الشامي عن عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست إليه فقال يا أبا ذر هل صليت قلت لا قال قم فصل قال فقمت فصليت ثم أتيته فجلست إليه فقال لي يا أبا ذر استعذ بالله من شر شياطين للإنسي الجن قال قلت يا رسول الله وهل للإنسي من شياطين قال نعم يا أبا ذر ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قال قلت بل بأبي أنت وأمي قال قول حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة قال قلت يا رسول الله فما الصلاة قال خير موضوع فمن شاء أكثر ومن شاء أقل قال قلت فما الصيام الصيام يا رسول الله قال فرض مشزئ قال قلت يا رسول الله فما الصدقة قال أضعاف مضعافة وعند الله مزيد قال قلت أيها أفضل يا رسول الله قال جهد من مقل أو سر إلى فقير قلت فأي ما أنزل الله عز وجل عليك أعظم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى ختم الآية قلت فأي الأنبياء كان أول قال آدم قلت أو نبي كان يا رسول الله قال نبي مكلم قلت فكم المرسلون يا رسول الله قال ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيرا حثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي الأحواص عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة استقبلته الرحمة فلا يمس الحص ولا يحركها حثنا يزيد أخبرنا حجاج بن أرطاط عن عبد الملك بن المغيرة الطائفية عن عبد الله بن المقدام عن ابن شداد عن أبي ذر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأتاه رجل فقال إن الآخر قد زن فأعرض عنه ثم ثلث ثم ربع فنازل النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرة فأقر عنده بالزين فردده أربعا ثم نزل فأمرنا فحفرنا له حفيرة ليست بالطويلة فرجم فارتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكائبا حزينا فسرنا حتى نزل منزلا فسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أبا ذر ألم ترى إلى صاحبكم غفر له وأدخل الجنة حثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن مهاجر أبي خالد حدثني أبو العالية حدثني أبو مسلمين قال قلت لأبي ذر أي قيام الليل أفضل قال أبو ذر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني شك عوف فقال جوف الليل الغابر أو نصف الليل وقليل فاعله حثنا أبو عامر حدثنا عبد الجليل يعني ابن عطية حدثنا مزاحم بن معاوية الضبي عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فأخذ بغصنين من شجرة قال فجعل ذلك الورق يتهافت قال فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال إن العبد المسلم لا يصل الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة حثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج عن عمرنا ابن أبي أنس بلغه عنه عن مالك ابن أوسي بن الحدثان النظري عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الأبل صدقتها وفي الغنام صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البر صدقته حثنا يحيى بن آدم ويحيى بن أبي بكير مولى البراء وأثنى عليه خيرا قال حدثنا زهير عن مطرف قال ابن أبي بكير حدثنا مطرف يعني الحارثية عن أبي الجهم قال ابن أبي بكير عن خالد ابن وهبان أو وهبان عن أبي ذر قال قال صلى الله عليه وسلم أما كيف أنت وأئمة من بعض يستأثرون بهذا الفيء قال قلت إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحق بك قال أولا أدلك على ما هو خير من ذلك تصبر حتى تلقاني حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن أيوب حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن مطرف عن أبي الجهم عن خالد ابن وهبان عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر كيف أنت عند ولاة يستأثرون عليك بهذا الفيء قال والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي فأضرب به حتى ألحقك قال أفلا أدلك على خير لك من ذلك تصبر حتى تلقاني حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن مطرف عن أبي الجهم عن خالد ابن وهبان عن أبي ذر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالف الجماعة شبرا خلع ربقة الإسلام من عنقه حدثنا أبو بكر عن مطرف عن أبي الجهم عن خالد ابن وهبان عن أبي ذر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا خلع ربقة الإسلام من عنقه حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن مطرف عن أبي الجهم عن خالد ابن وهبان حدثنا أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم بن أبي سالمين الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبيox يظار عدثنا يا أبا ذرSTR لا تولينا ما لا يتهمين ولا تأمران على إثنين حدثنا حجاج حدثنا شيبان حدثنا منصور عن ربعي عن خرشة بن الحر عن المعروي عن أبي ذر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش ولم يعطهن نبي قبلي حثنا هاشم حدثنا شيبان عن عاصمين عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال حدثني الصادق المصدوق رفع الحديث قال الحسنة عشر أو أزيد والسيئة واحدة أو أغفرها ومن لقيني لا يشرك بشيئا بقراب الأرض خطيئة جعت له مثلها مغفرة حثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح حدثني أبو الزاهرية عن جبير بن نوفير عن أبي ذر قال قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة 23 في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول ثم قال لا أحسب ما تطلبون إلا وراءكم ثم قمنا معه الليلة 25 إلى نصف الليل ثم قال لا أحسب ما تطلبون إلا وراءكم فقمنا معه الليلة 27 حتى أصبح وساكت حثنا وهب بن جرير وعاريم ويونس قال حدثنا مهدي بن ميموء عن واصل مولى أبي عويينة قال عاريم حدثنا واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدلي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعات قال عارم تكون في المسجد لا تدفن وقال يونس النخاعات تكون في المسجد لا تدفن حتى أبو أحمد حدثنا صفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليمسه بشره فإن ذلك هو خير حثنا يونس حدثنا ليث عن محمد يعني ابن عجلان عن سعيدي بن أبي سعيد عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسلة ثم لبس من صالح ثيابه ثم مس من دهن بيته ما كتب أوي من طيابه ثم لم يفرق بين أثنين كفر الله عنهما بينه وبين الجمعة قال محمد فذكرت لعبادة بن عامري بن عمرو بن حزمين صدق وزيادة ثلاثة أيامين حدثنا هارون بن معروف وسمعته أنا من هارون حدثنا ابن وابن أخبرني عمرو بن الحارثي بن عقوبة عن أبيه عن أبي الأسود الغفاري عن النعمان الغفاري عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أبا ذر عقل ما أقول لك لعناق يأتي رجلا من المسلمين خير له من أحد ذهبا يترك وراءه يا أبا ذر عقل ما أقول لك إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال كذا وكذا عقل يا أبا ذر ما أقول لك إن الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة أو إن الخيل في نواصيها الخير حتى عبد الصمد حدثني أبي حدثني حسين قال قال ابن بريدة حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك حسنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة وموسى حدثنا ابن لهيعة عن عبيد بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل انكشف سترا فأدخل بصره من قبلي أن يؤذن له فقد أتحدا لا يحل له أن يأتيه ولو أن رجلا فقع عينه له ديرت ولو أن رجلا مر على باب لا سترا له فرأ عورة أهله فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل البيت حسنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثمي عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستة أيامين ثم أقل يا أبا ذر ما أقول لك بعد فلما كان اليوم السابع قال أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته وإذا أسأت فأحسن ولا تسألن أحدا شيئا وإن سقط صوتك ولا تقبض أمانة ولا تقضي بين أثنين حدثنا معاوية بن عمر حدثنا عبد الله بن وهب عن عمر وعن دراج عن أبي المثنى عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أيامين عقل يا أبا ذر ما يقال لك إلا أنه قال ولا تؤوين آمانة ولا تقضيين بين أثنين حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن مهدي الأبلي حدثنا أبو داود حدثنا مهدي بن ميموء عن واصل مولى أبي عوينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن عمر عن أبي الأسود الدلي قال رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت لأبي ذر شبيها آخر حديث أبي ذر رضي الله عنه